أما بعد إخواني في الله فبعدما تكلم المصنف عن قيام الليل وصل به المقام وبنا إلى باب استحباب قيام رمضان وهو الترويح فبعدما ذكر قيام الليل عامة انتقل إلى نوع من أنواع قيام الليل وهو الترويح وأنا ركزت أنه نوع من أنواع قيام الليل لأن بعض الناس يظن أن صلاة الترويح غير قيام الليل لم يرد في السنة حديث يقول أنها صلاة الترويح الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فسمها قيام وبعض الناس يظن أن هناك صلاة أخرى أيضا اسمها التهجد التهجد هو أيضا قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافرة لك فإذا قيام الليل صلاة الترويح التهجد هذه كلها تدل على صلاة واحدة وهي قيام الليل وعائشة اللهم ارض عنها فصلت وبينت عدد ركعات قيام الليل في رمضان حيث يجتهد المر في القيام وقلنا قيام الليل ليس محصورا بالصلاة فقالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة طبعا هذا حديث واضح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يزيد ومع ذلك لم يزد عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يحث الصحابة على الزيادة ومع ذلك لم يحثهم وإنما ذكر الأمر بالتطبيق العملي وهو الذي يفعل أفضل شيء عليه الصلاة والسلام إحدى عشرة ركعة لكن قالت فكان يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن فلا تسأل يعني بالتعبير العام لا تسألش من كثر طول والصلاة فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي ثلاثة إذن تنبهوا إلى هذا الشيء نسمع التبويب الآن عند الإمام أنه نعم مستحبا بقيام رمضان وهو التراويح